حتى وفد من رؤساء الهيئات الاقتصادية في الرياض للقاء النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي الامير مغرن بن عبد العزيز وتهنيئته على توليه منصبه الجديد لكن اللقاء ما لبث ان تحول الى اجتماع بحث خلاله في اوضاع البلدين الامير مغرن نفى ما يشاء عن توجه بلاده لاتخاذ تدابير بحق اللبنانيين العاملين فيها مؤكدا حرص المملكة على افضل العلاقات مع لبنان وحرصها على وجود الجالية اللبنانية على اراضيها التي تجد فيها محل تقدير لدى قيادة المملكة كما شدد الامير مغرن على ثبات سياسة المملكة تجاه لبنان البلد الذي تخصه بمحبة خاصة وسيظل على مسافة واحدة من الجميع لان الاستقرار في لبنان يشكل بالنسبة الى المملكة مدخلا اساسيا ليظل لبنان يلعب دوره الريادي المعروف على مستوى المنطقة وفي المناسبة اعلن الوزير السابق عدناني القصار ان الاساءات التي بدرت عن بعض اللبنانيين والتي طاولت خادم الحرمين الشريفين لا تعبر عن شام اللبنانيين اسمعنا باخر شيء في مثل حفلة جنون بالبلد للأسف ضد الدول الخليجية انا ما بسميه ضد الدول الخليجية انا بقول اللي عم بسير اليوم بالبلد هو ضد المقيمين اللبناني بالخليج لانه انا اعتقد مثل ما اشتغله باخر سنتين لتفكير لبنان واضعاف اقتصاده وقدروا يضعفوا اقتصاده ولكن تبين لهم انه ضعفوا ولكن لم ينهار بقى تحول بكل صراحة هذه المعركة ضد اللبنانيين المقيمين بالخليج اسمعنا من سمو الامير تطمينات كتير اما الكلام انه السعودية عم بتمشي لبنانية هذا الشي مش مزبوط السعودية عارفة الوضع عارف اليوم بكل صراحة الاشخاص اللي عم بيحكوا لا يقدروا ينزوا على علاقات اللبنانية في الخليج من وراهن هذا الشيء مبين للجميع حندن حرص كتير كبير على لبنان وعلى اقتصاد لبنان وعلى امن وسلامة لبنان في تخوف عندهم لعدم مجيء للبنان في عندهم ظروف وشرح انه بعض اسباب هذه الصروف اللي نحن تفهم منها شو اسبابه اسبابه امنية وفد الهيئات الاقتصادية زار ايضا الرئيس سعد الحريري في مقر اقامته في الرياض وبحث معه الاوضاع العامة في لبنان لا سيما ما يتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والامنية واكد المجتمعون ضرورة ترسيخ الوحدة الوطنية في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان نتيجة الظروف المضطربة في المنطقة العربية شرحنا لدولة الرئيس المعاناة والحرب اليوم اللي عم بقوموا فيها البعض على الهيئات وعلى الاقتصاد الوطني وتمنى الجميع على دولة الرجوع الى لبنان لان وجوده ممكن يعطي استقرار سياسي واقتصادي فوعدنا خير ان شاء الله تكون هذه العودة قريبة كما شدد المجتمعون على اهمية ابعاد لبنان عن مفاعل الازمة السورية ودعوا الى ضرورة الكف عن تعريض مصالح لبنان للخطر واهمية اعتماد خطاب سياسي عقلني تجاه دول الخليج التي لا تزال صمام امان للبنان ونموه وتطوره اشتركوا في القناة